السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لا يوم الأحد ثلاث آذار مارس القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام ساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر اليوم موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشر ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة البلد وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عندنا وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حظنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة فترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و17 دقيقة بعد الظهر طبعا ذروتها هي إلها تأثير تقريب الخمس أيام ومستمرة بتأثيراتها لأسبوع قادم يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أو خلق علاقة عاطفية ممكن تكون إلها عواقب وخيمة بالدل على إنها فترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية للأسواق لأنها رح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما منها تتعرض للحضر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هذه الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وتفسد أخلاق الناس بسبب الإرحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هذه الفترة لأن الأمور التي تتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس أي زاوية رح تكون الساعة 23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 6 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد رح تكون هاي الزاوية الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعابين ما بكون عندهم زيادة يعني ضغوطات في الحياة فاحتمال تعرضهم لحوادث أثناء الحركة أو أثناء تنقلاتهم لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حسسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت الطرارية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية الأعضاء الأكثر حسسية خلال هذا اليوم عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون الساعة 43 دقيقة بتوقيت جرينيج من عصر يوم الاثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم هو المربع يعني نصف البدر عمره 23 يوم في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء بصير 24 يوم نسبة الإضاءة 47% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة سعيد الآن بنسبة 5% في ساعات المساء سعيدة بنسبة 15% القمر في القاوس حتى يوم 4 ثلاثة منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح منتحس بنسبة 25% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في الحوت حتى يوم 10 ثلاثة سعيد العام بنسبة 5% ساعة الصباح منتحس بنسبة 40% ساعة المساء منتحس بنسبة 50% الزهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس الآن بنسبة 75% ساعة العصر منتحس بنسبة 50% المريق في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثاور بالنسبة لموليد برج الثاور بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففه من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة اتجنب والغضب والانفعال وما تدع أحد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة وتحامل على نفسك شوي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أحد يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترام المواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات كون أكثر مرونة وممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تكثر الضغوط والمتاعب وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة وحاذروا من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتتسبب لك بنوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك أنك يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة تعتبر فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هاي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتخطط لمرحلة جديدة وبتحدد الأولويات والميزانية المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار ولكن بدك تحذر في بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية بطالعك فترة يعني فيها خبر سار بالنسبة لإلك أو خبر بيكون مثابة لا إشارة أو انطلاق جديدة فترة ناشطة وحماسة بفضل يعني لا عز وجل ولكن القمر بعض طاقة كبيرة وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب الآن فعشان هيك بدك تستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة وتكون هاي المسئوليات يعني مضي على الوقت خفف من وطيرة عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة انت بحاجة إلى النصيحة منتظارك لقاء أو موعد أو نجاح وبكون النجاح مميز أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة واليوم بتغار على مصالحك ممكن يكون هذا اليوم من أسوأ أو من أنجح أيام الشهر طبعا تأثيرات القمر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات لا تتذمر على مسمع من أحد أو أصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء